اشتركوا في القناة تأثير تقريبا بحدود العشر ايام واثارها بلشت ملموسة شوي على صعيد الاقتصاد ارتفاع الاسعار وحدية في الوضع العام فعشان هيك رح اركز عليها الزاوية هاي وكمان شرحنا رح يصير لبعض تحركات الكواكب والبيوت عشان برضو يكون في معلومات عن الفترة الحالية او كيف بدأت تكون خلال هذا اليوم بشكل موسع فبتكنوا تدمجوا ما بين الزاوية الفلكية وما بين التوقعات لانه كثير الزاوية وفيها سلبية كبيرة القمر رح يكون منتحس بنسبة عالية جدا تصل للمية في المية فعشان هيك شوي ركزوا معي عشان تعرفوا التفاصيل طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاحد اربعة تموز اربعة سبعة القمر موجود في منزلة الزرية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء جديد وهي غير مناسبة لإظهار اي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر رح يظل موجود فيها لا ساعة الصباح يعني لا الخمسة وسبعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعدين القمر رح ينتقل لمنزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بهاي الفترة بالنسبة للقمر موجود في برج الثور تماما اليوم وتأثيره لما بيكون موجود في برج الثور بنعكس على جميع الأبراج فمنشعر بالحذر أكثر من الميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت منتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح نحكي عنها اللي هي الزاوية اللي احنا نبهنا عنها في أول الحلقة هي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس فأوجها اليوم طبعا تأثيرها لها تقريب العشر أيام هي مأثرل كانت زاوية تربيع منفصلة اليوم أوجها يعني بمعنى أنها رح تتصل اللي هي الزاوية هي رح تكون تامة وبتصادف أيضا أنه المريخ عامل زاوية تقابل ما بينه وبين زحل وأورانوس عامل زاوية تربيع ما بينه وبين زحل فعشان هيك تأثير الزاوية هاي عالي جدا ولمسنا آثارها الاقتصادية بالفترة الماضية فرح نركز ونشرحها بطريقة منبسطة عشان تفهموا كيف الأمور بتصير طبعا أوجها هاي الزاوية رح يكون الساعة وحدة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية تأثيرها بيكون لدينا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرارات أو قرار حاسم في حياتنا مما يجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين ويسبب شقاقات عاطفية والبعض بيشتكي من تقلبات في المزاج وتقلبات من ناحية الجنسية يعني يا أما ضعف في القدرة ضعف عام في القدرة الجنسية أو عدم القدرة نهائيا أو إنه بيكون في نوع من أنواع الشذوذ هاي هي التقلبات المقصودة بيدل برضو دوليا بيدل هاي الزاوية إجمالا وينما صارت في أي أبراج كانت يعني وينما كانوا الكواكب هاي موجودة لما بتصير زاوية التربيع بيدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات أو حوادث عبد السك الحديد الزلازل والعواصف وممكن يقع هناك تمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أحد القادة أو قتل أحد القادة الكبار أو الناس من المتنفذين وبتشهد هاي الفترة مظاهرات أو اضربات في القطاع الصناعي أو الصحي أو بتسبب نوع من أنواع قمع الحريات وبرضو الفترة هاي ممكن تشهد نوع من أنواع الفضائح الاجتماعية أو الجنسية الآن برح نحكي كيف هاي الزاوية تأثيرها على حسب البرجين اللي هي موجودة فيه طبعا أول إشي بالنسبة لأورانوس حكينا أنه هو موجود في برج الثور في منتصف تقريبا يعني منتصف العشرية الثانية فبما أنه في برج الثور وبرج الثور مسؤول عن الاقتصاد عن البنوك عن المعاملات عن المردودات المالية الدولية يعني الاقتصاد العالمي وبما أنه بحدث مفاجآت معناته فيه إشي له علاقة بالمفاجآت على المستوى الاقتصاد العالمي أو قرارات اقتصادية المريخ بما أنه له علاقة بالنار وإلو علاقة بالقيادات لأنه موجود في برج الأسد وإلو علاقة بالقرارات اللي بتيجي صادمة وحاسمة وما فيش مجال للنقاش فيها فنجد أنه القرارات اللي رح تصدر بالفترة هاي إلها علاقة بالاقتصاد صادمة ومفاجئة ممكن يعقبها ارتفاع بالأسعار بشكل كبير لدرجة أنه الناس ما رح تقدر تتنفس من هذا الغلاء أو رح تشتكي ولكن صوتها ما رح ينسمع يعني بمعنى آخر إحنا مقبلين على فترة من ارتفاع أسرار عنيفة جدا لدرجة أنه رح تكون صدمة للجميع وطبعا هاي أثارها خلال اليومين الماضيات بلشنا نسمع عن القرارات للرفع للشحن لأمور البضائع اللي بتيجي من خارج البلاد الأشياء اللي مستوردة كلها بلشت ترتفع في كل العالم وهاي قرارات اللي احنا بنحكي عنها طبعا لسه ما انتهت لسه فيه أشياء جاي على الطريق الله يستر ويرحم العباد أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهراء وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة واربع واربعين دقيقة صباحا أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه ممكن يتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة وصد دقائق بعد الظهر من واجه مصاعب وعراقيل بتتطلب مننا أن نبض الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض لشجاعة لازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر والشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وخمسة وعشرين دقيقة بعد الظهر منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية إقتران سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة أربع وأربعين دقيقة بعد العصر تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما بالنسبة لآخر زاوية فهي غرضه زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ يعني شوفوا القمر دخل برضو على الخط مع المريخ وأورانوس يعني برضو شكل زوايا صعبة وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محمط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بما أنه اليوم القمر رح يكون منتحس بحال كبيرة رغم أنه رح يشكل زاوية تزديس ولكن ما رح يكون لها أي أثر مع الشمس وبرضو في نفس اللحظة زاوية التربيع اللي رح تكون مع الزهرة إذن هذا اليوم اللي هو يوم الأحد لا يصلح لعمليات التجميل ولا يصلح لأي أمور إلها علاقة بالتجميل رغم سعادة الزاوية ما بين القمر والشمس لأنه الزهرة طغت القمر منتحس بحجم كبير فعشان هيك العنصرين اللي إلهم علاقة بالتجميل شفناهم منتحسات فإذا ما في أي نصيحة أقدر أقدمها لأي شخص بيحاول أنه يعمل عمليات تجميل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للقمر في برج الثور بما أنه في الثور معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم خمسة سبعة بيبدأ في تمام الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم الثلاثاء يوم ستة سبعة حتى طبعا رح يظل هذا الخلو المسار مستمر يعني حكي أنا من يوم الاثنين ليوم الثلاثاء تقريبا ساعة وحدة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الجوزاء بالمناسبة اللي بيسأله عن خلو المسار للشهر خلو المسار من أول يوم واحد الشهر أنا بنزله بحطه بصندوق الوصف طبعا تقدر ترجع عشان تعرف تحركات القمر خلال الشهر وين بيكون أو وين بدو يتواجد على حسب الأيام وخلو المسار طيلة الشهر كيف بدو يكون ومن أي وقت لأي وقت بالنسبة لعمر القمر اليوم العمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 11 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصبح 25 يوم نسبة الإضاءة 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة نسبة سعادتها أو سعادة الشمس تقريبا هي 45% ولكن أنا بشوف أنها أضعف من هيك يعني على الحسابات هي أقل من هيك ولكن على حسب الجداول تعطيني 45% بالنسبة للقمر في الثور حتى يوم 6-5 منتحس بنسبة 100% عطارد في الجوزاء حتى يوم 11-7 منتحس بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 22-7 منتحس بنسبة 75% المريخ في الأسد حتى يوم 29-7 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجح حتى يوم 28-7 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتك بطلعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا أهم شيء أنك تستغل الفرص بما أنه القمر منتحس فمنقولك شوي حاول أنك تنتبه على المعاملات والأوراق المالية اللي بتوقع عليها لأنه ممكن تطلع لك شوية مصاريفة زيادة وما تبالغ بين مصاريفك وضف طاقتك الدهنية معني شوي عشان توضح حد للتساؤلات والالتباسات ناقش اليوم بوضوع بالنسبة لعطارد بما أنه موجود في البيت الثالث وهو يعني بنقدر نحكي أنه سعيد اليوم هاي فترة مهمة للقيام بأمور إلها علاقة بالتنقلات بالاتصالات بالعمل بالأمور اللي إلها علاقة بالدراسة بالامتحانات جيدة جدا تعطي دافع ممتاز وبتعطي نتائج ممتازة برضو بتساعدك بالمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية بالنسبة للقمر بما أنه منتحس هاي تعطي نوع من أنواع الصعوبات لأنه في البيت الثاني فبعطي صعوبات فيما يدين العمل أو في مكان العمل أو بعلاقتك مع الزملاء وممكن ترتكب بعض الأقطاع نتيجة التهور أو النفقات اللي بتيجي بشكل ما إلها هيك يعني ما إلها أي داعي أما بالنسبة للشمس بما أنها موجودة في البيت الرابع وهذا البيت له علاقة بالوضع الاجتماعي أو العائلي أو الأمور الزوجية فعشان هيك بما أنه في البيت الرابع فبعطي الشمس لأنها سعيدة في البيت الرابع فبتعطي سعادة على المستوى العائلي وعلاقتك مع العائلة بتكون جيدة الحالة المادية برضو ممكن تدخل بعض المصاريف العائلية أو يجيك دعم من أحد أفراد العائلة هاي فترة مناسبة لحيازة بعض الأمور اللي بتتعلق بالعقارات ممكن تحقق بعض النجاحات الشخصية أو ممكن أنك أنت تهتم ببعض التصليحات أو مشتريات لأشياء لها علاقة بأثاث المنزل بالنسبة للزهرة بما أنها في البيت الخامس فعواطفك بالفترة هاي وجاذبيتك لأن الزهرة منتحسة فبتكون هنا بتستغل العواطف والجاذبية بأمور سلبية فعشان هيك حاول أنك ما تفعل أي شيء لأجل المتعة بالفترة هاي على أساس أنه ما تخسر فيها أو تشوث سمعتك أما بالنسبة للمريخ والمريخ هو أعنفها بما أنه منتحس اليوم فبيغلب على سلوكك نوع من أنواع العنف وممكن شوية يصير في سوء في تعاملك ولا ياختك في علاقاتك العاطفية أو في تعاملك مع الأحبة أو الأبناء برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي فيه نوع من أنواع الحظوظ موجودة ولكن ما تعتمد عليها كثير المهم أنه اليوم فيه أشياء كثيرة ممكن يتخلي أنه ما حد يستطيع أنه ينافسك حاول أنك شوي تشحن حالك بطاقة عشان ترتفع معنوياتك لتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد حظوظ فيها وأنها نمشي قوية ولكنها فترة ممتازة بالنسبة لإلك القمر بما أنه منتحس فعشان هيك هاي بتخليك شوي وهو في بيتك الأول بتخليك تضخم الأمور وتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق وهاي بتعمل نوع من أنواع الفقدان الثقة بالنفس وبتجعلك مزاجي ومتقلد فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقاط عشان أنت ما تخسر اليوم بالنسبة للشمس بما أنها موجودة في البيت الثالث والشمس بتعمل زاوية مع أورانوس إلها علاقة بالتسديس فعشان هيك شوي بيلعب المحيط العائلي اهتمام اليوم كبير بالنسبة لإلك بكون عندك تحسن بوضعيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق التنقلات أو عن طريق أمور إلها علاقة بالسفر أو أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالتأليف بتزيد قوة ملاحظتك وبتقوي من فضولك الفكري وممكن اليوم تحظى بالشعبية وتقدير الآخرين أما بالنسبة لعطارد فاليوم ممكن تسمع خبر صار بخصوص عملك وتحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية أما بالنسبة للزهرة فبما أنها في البيت الرابع ومنتحسة فهاي بتعمل بعض الاهتمامات أو الخلافات أو بتكون متقلب الأطوار وغير مستقر على المستوى العائلي أو البيتي وفي الفترة هاي ممكن أنك ما تحسن اختيار الشريك أما بالنسبة للمريخ فبما أنه في بيتك الرابع وبرضه منتحس فهاي بتعطيه نوع من أنواع الخلافات العائلية وممكن تخليك يعني توصل لمرحلة أنك تشوف وضع البيت عندك أنه غير محتمل بدك تطلع من البيت بدك تروح تغير جو بدك تروح عند أهلك عند أهلك عند هذا يعني نوع من أنواع الهروب من الواقع فعشان هيك يحاول أنك تبعد عن الخلافات قدر الإمكان وتضبط أعصابك برج الجوزة يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بسود نوع من أنواع الهدوء والملل وبتراوح أعمالك مكانها وممكن تخيب أمالك لسبب أو لآخر لأن القمر موجود في بيت المتاعب فأهم شيء اليوم لا توقع على عقد وما تحسم أمر هاي فترة فارغة من الطاقة والحظ أهم شيء أنك ما تراهن على الحضوض نهائيا خلال هذا اليوم بالنسبة للمستوى النفسي أو الشخصي بنقدر نحكي القمر لأنه منتحس وموجود في بيت المتاعب فبرضو هذا بيخليك شوي تميل لتضخيم الأمور وتضخيم الصعوبات أو تصل لمرحلة أنك تخاف من بعض الأمور حاول أنك تكون أكثر واقعية أحاول أنك تستعيد ثقتك بنفسك وبأحبائك وبالحياة بدون مغامرة وبدون مجازفات أهم شيء بالنسبة لعطارد برضو لأنه في بيتك الأول بعوض شوي عن وضع القمر فممكن تتمكن اليوم من إنجاز بعض الأعمال المهمة وتجد سهولة في متابعة دراستك أو مخططاتك اللي أنت حابب تعملها حتى بمناقشاتك حتى بالقرارات اللي أنت بتحاول أنك تصدرها اليوم ولكن حاول أنك تركز عشان ما تكون إش متسرع على المستوى الأمور الزهرة بما أنها في البيت الثالث فمنتحسة فهاي بتعملك نوع من أنواع تقلب وتبدل في عباطفك بتجعلك بتتلاعب بقلوب الناس اللي بيحبوك فعشان هيك بهاي سيف ذو حدين بدك تنتبه منها عشان أنت يعني ما تجازف في الأمور هاي لأنه إذا اكتشفوا هذا الموضوع حسب الزوايا اللي حكيناها ما بين الزهرة والقمر وبرضو الزهرة اللي بتعمل تربيع مع أورانوس ممكن توصل لفراق ما بينك وبإن الأحبة أو انقطاع العلاقة بدون رجعة وخصوصا للعلاقات الضعيفة أما بالنسبة للمريخ بما أنه في بيتك الثالث وهو منتحس فبتزيد عدوانيتك وهذا الإشي ممكن يسبب لك خلافات وسوء تفاهم عليك أنك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء أسفارك ممكن يصير مشاكل على بعض الأمور اللي أنت بتخطط لها لإلها علاقة مثلا بالسيارة مشاكل فيها أو أعطال أو تأخير في أمور إلها علاقة بالسيارة أو يكون عندك سفار يتأجل يلتغي يعني اتصالاتك يصير فيها نوع من أنواع الأعطال بالفترة أو تتهرب من بعض الاتصالات بدك تركز على هاي الأمور وفي نفس اللحظة بدك تنسى العصبية بالفترة يعني اضبط عصابك أما بالنسبة للأمور اللي بتتعلق في الوضع المالي لأنه الشمس هي في البيت الثاني عشر فهاي بتسهل عليك المكاسب أو اكتساب بعض الممتلكات المادية وممكن تحصل في الفترة هاي على ترقية أو على وضعية سامية بمساعدة أشخاص دون وفوذ وهذا الإشي ممكن برضو بالمقابل يزيد من ميلك للتبذير أو الظهور بالفترة هاي فبدك تنتبه للأمرين برج السرطان ابتسعد اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تأييد لا بأس فيه أهم إشي أنك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ممكن اليوم تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أما بالنسبة للشمس بما أنها في البيت الأول عندك فهاي بتزيد من حيويتك طبعا للأشخاص اللي وصل عيد ميلادهم اللي لسه ما وصل عيد ميلادهم بتحسن شوي بالوضع عندهم ولكن لسه بظل ما وصلت الشمس عشان تعطيهم الحضوض الكامدة فالشمس بتزيد من حيويتك وبتقوي وظيف الجهازك الهضمي بتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة يعني بتكون طموح بالفترة هاي زيادة بتزيد حاجاتك لنيل تقدير الآخرين بتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط بالنسبة للعطارد في البيت الثاني عشر طبعا بتجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي كانت بتعيقك بالفترة الماضية أما بالنسبة للزهرة بما أنها في البيت الثاني وهذا المكان له علاقة بالمال الزهرة بتعطيك رغبات شريهة وممكن تدفعك لطريق طرق مشبوهة شوي مكان بالعمل أو بعلاقاتك فبدك تحذر من هاي النقطة والمريخ اللي برنه موجود في بيتك الثاني وبشكل الزوايا العنيف اللي حكينا عنها فممكن تعرف في الفترة هاي نوع من أنواع النزاعات مع رفاقك في العمل مع رئيسك لأسباب مالية وبدك تتجنب التفذير يعني تأخذ الزهرة والمريخ على محمل الجن أما بالنسبة للعلاقة أو الأمور العائلية والعلاقات الاجتماعية الأمور الزوجية ما فيش غير القمر لأنه هو في البيت الحادي عشر لهذا الموضوع فهذا الإشي بركز على المجال الاجتماعي فممكن الفترة هاي تعرضك لخيبة أمل بسبب أحد الأصدقاء إما أنه تخلى عنك أو لف ظاهره عنك أو تآمر عليك أو خذلك أو بصير في خلافه تماس ما بينك وبينه برج الأسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على أعمله وهي الفترة بتحملك يعني نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدة ممكن تكون أيام متوترة بتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر من العناد وحاذر من المشاعر السلبية طبعا بما أنه المريخ والزهرة اللي موجودين عندك والشمس موجود في بيت متاعبك والزوايا السلبية معناته الأسد في وضع لا يحسد عليه بالفترة هاي الشمس لأنها سعيدة وموجودة في بيت المتاعب يعني بتخليك تركز على الأمور الروحانية على الشغلات إلها علاقة بالماضي بالتاريخ بأشياء قديمة مواضيع سابقة صارت معاك فبتركز عليها بشكل كبير الزهرة في بيتك الأول منتحسة فهاي بتخليك شوي طائش في قراراتك في رغباتك ممكن رغباتك شوي تكون شريهة بالفترة هاي ممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك أو بسبب حساسيتك العالية بالفترة هاي فبدك تمسك أعصابك المريخ اللي موجود في البيت الأول بيخليك سيء المزاج نافذ الصبر متلهف لبعض الأمور هذا بسبب نوع من أنواع النزاعات مع محيطك بدك تتجنب الإفراط والعصبية والتقلب في المزاج والحدية بالطبع فشوف هنا فسخ علاقات وهون عصبية يعني الموضوع مش سهل بالنسبة للقمر بما أنه في بيتك العاشر فتعمل مشاكل على المستوى المهني بتخليك ترتكب أو بتسبب لك ارتكاب بعض الأخطاء على مستوى العمل أو على مستوى السمعة أو مستوى علاقتك برؤساءك أو زملاءك بالعمل على المستوى اللي منقدر نحكي عطارد لأنه في البيت الحادي عشر اللي له علاقة بالأصدقاء فممكن الفترة هاي تعرف أو تتعرف على أصدقاء جدد يعني يجوك نجذة من السماء أو يدعموك بشكل مفاجئ أو يوقف جنبك بشكل مفاجئ ممكن تتلقى أخبار سر عن أصدقاء بقيمه بعيد تحديدا أو ممكن تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقاء أو تحاور أو تعارف أو مناصرة مثلا فالأجواء بتيجي كلها على مستوى العلاقات الاجتماعية برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بتجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما البيت داعم لإلك بشكل قوي ولكن انت حاسة القمر شوي بدأت تعمل يعني نوع من أنواع لأنك ما تعتمد على الحضود يعني بمعنى إذا عندك امتحان جامعي بدأك تدرس ما تعتمد على الحض إذا عندك سفريات بدأك تتفقد أوراقك وتتفقد سيارتك تتفقد معاملاتك إذا عندك قضية قضائية بدأك تكون جاهز بكل متطلبات القضية بالنسبة للزهرة بما إنها في البيت الثاني عشر وهي منتحسة يعني ببيت المتاعب فممكن نتعرضك لمشاكل بسبب الغيرة أو فضيحة أو فسخ علاقة فعشان هيك بدأك تكون حذر وخصوصا أنه المريخ موجود في نفس المكان وهو في البيت الثاني عشر بزيد من عنفك وفضاتك في التعامل مع الآخرين يعني أنت بدل ما تيجي تعالج المشكلة ممكن تعمل مشكلة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب حاول أنك أنت توضحها بكل يوني وحاول تبعد عن المشاكل قدر الإمكان بالنسبة للمستوى الفكري والدراسي والأسفار ما فيه إلا القمر اللي موجود في البيت التاسع فخيالك الجامح بيخلق لديك مخاوف غير واقعية بالفترة هاي أما بالنسبة لعطارد بما أنه في بيت السمعة وهو سعيد فممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهاي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفوذ وممكن تحقق إنجازات على مستوى العمل أو تسمع إطراء أو تنجز أعمال كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية بالنسبة للشمس هي في بيتك الحادي عشر بيت العلاقات الاجتماعية فبتتمكن من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلاقاتك بتكون جيدة مع الأصدقاء وممكن تدعمك بأصدقاء جدد أو مناسبات من خلالها تتعرف على الأشخاص يساندوك في أمور أنت بحاجتها مرج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية هذه فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش أنك ما تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام بالنسبة للمستوى اللي إلو علاقة بعطارده بما أنه في البيت التاسع معناته هو بركز على أمور إلها علاقة بالسفر والدراسة والفكر فهذه فترة مناسبة للي بفكر بالسفر أو السفر البعيد أو الدراسات العليا ربط العلاقات مع أشخاص خارج البلاد أو تعامل مع الغرباء القضايا القضائية عطارد بساعدك في كل هاي الأمور بشكل ممتاز أما بالنسبة للشمس بما أنها في بيت السمعة في البيت العاشر فممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون وفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وممكن تحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين ولكن بدون مجازفات ولا مغامرات ولا تشوه سمعتك بأي تصرف ما تخالفش القوانين بالنسبة للقمر بما أنه في بيتك الثامن فهنا ممكن تعرف مخاوف وهمية عليك أنك تجنب الإنغلاق على نفسك وخصوصا على المستوى الاجتماعي أو الاجتماع بأصدقاء جيدين والتسلي عشان تطلع من الجو اللي أنت اللي هي المخاوف والأمور الوهمية أما بالنسبة للزهرة بما أنه الزهرة في بيتك الحادي عشر ممتحة عليك الحذر من اللي ممكن يدعوا أنهم أصدقائك بالفترة هاي ويحاولوا أنهم يخدعوك أو ينصب عليك أو يحتالوا عليك أو يستغلوك فبدك تنتبه من هاي النقطة المريخ برضو في بيتك الحادي عشر فبدك تجنب الدخول في جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن في الفترة هاي تحتد الأمور ما بينك وبين صديق وتصل لمرحلة القطيعة برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم أهميش أنك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كبيرة حاذر من تأزيم أي خلاف حاول أنه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم طبعا بالنسبة للشمس بما إنها في البيت التاسع فهاي بتعطيك ذكاء زيادة بتخليك طموح زيادة وبتكون كريم زيادة ومتسامح ومتفائل وهاي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر البعيد الاتصالات لامتحانات الجامعية وحتى أمور القضايا القضائية وفترة جيدة للي حابب يأخذ عطلة أو إجازة أما بالنسبة لعطارد بما إنه في البيت الثامن فهي فترة منتحسة ممكن تجد حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية بالنسبة للزهرة في بيتك العاشر بتكون أناني في علاقاتك وممكن تتعرض لخيبة أمل وممكن يتضرر نفودك وسلطتك وممكن تتعرض لبعض الانتقادات في محيطك عشان هيك بدك تنتبه لأنه برضو المريخ موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة عشان هيك بتزيد عدوانيتك وإندفاعك وحب للمجازف والمغامر وهذا الإشي ممكن يشوه سمعتك بالنسبة للقمر بما إنه في البيت السابع لإلك وهو العلاقة في بيت الزوجية أو العلاقات العائلية ممكن تجد نوع من أنواع الصعوبة في التواصل مع شركائك أو مع زوجتك أو زوجك بالفترة هاي ممكن تتميل العزلة وعدم الاكتراث ليش؟ لأنه القمر مقابلك تماما فهنا بما إنه في مرحلة التقابل فهذا الإشي يعني بلشت الضغوطات تصير أكبر وطاقتك تنزل فعشان أنت بحاجة لطاقة عشان ما تعمل هاي الخلفات برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة بتتلاحق الاتصالات وبتكثر عندك المسئوليات العائلية والمهنية أهم شيء أنك تنظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك أو على التحمل قدرتك على التحمل أهم شيء أنك ما تشك بنفسك في بعض الاهتمامات ممكن تكون انشغالات بأمور صحية طبعا بما أن الزهرة موجودة في البيت التاسع فهنا منقول للي عندهم امتحانات بدهم ينتبهوا بشكل كبير اليوم ما في داعي للاعتماد على الحضوض أو الفترة القادمة إجمالا الأيام القادمة ما في مجال أنك تعتمد على الحظ إذا عندك امتحان أو عندك مقابلة أو عندك سفر بدك تتفقد كل صغيرة وكبيرة ممكن هاي الفترة تخليك تدخل أو تشجعك على أنك تدخل في مغامرة عاطفية بتلحقك منها أضرار خصوصا مع شخص غريب أو ما بتعرفه أو ممكن تعرف هاي الفترة نوع من أنواع الصعوبات تحول دون تحقيق مشاريعك بالنسبة للمريخ بما أنه برضو في البيت التاسع ومنتحس بدك تتجنب التعامل مع الغرباء وكذلك أمور إلها علاقة بالسفر أو التنقلات لبعيدة بالنسبة للشمس بما أنها موجودة في البيت الثامن فها بتعمل زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو زواج أو تركة أو ممكن يزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية أكثر القمر في البيت السادس وهو منتحس تجد صعوبة في العمل أو مع الزملائك في العمل وممكن تشعر بنوع من أنواع الضيق وبتحس بأن الحظ ممكن تخلى عنك أما بالنسبة لعطارد بما أنه في البيت السابع فهذا بيت الشراكة بتكون علاقتك مع زوجتك أو زوجك أو شركائك في مجال العمل مرضية بيطبعها أو بيغلب عليها العطف والمودة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات وتكون النتائج لصالحك برج الجديد طبعا القمر موجود في البيت الخامس فلأنه منتحس بدك تركز معي اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني أهم شيء منكم تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي بدك تتجنب الانتقادات وحاول أنك تسعى لتلطيف الأجواء تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية عطارد بما أنه موجود عندك في البيت السادس فهو بيدعمك في مجال العمل أو في الأمور العمل وبتزيد حيويتك وحتى على المستوى الصحي جيد الزهرة في بيتك الثامن منتحسة والمريخ في بيتك الثامن منتحس فالزهرة بتخليك تبالغ بالملذات الحسية وهذا الإشي بعرضك للوشاية أو غيرة خصومك منك المريخ منتحس بتميل للقيام بمجازفات وهذا الإشي ممكن يعرضك لمشاكل في نطاق عملك برضو ممكن صحة أحد الأحبة تكون بحاجة للرعاية الشمس موجودة في البيت السابع وهي هنا بترغبوا بالقيام بدور اجتماعي مهم وممكن تحقق استقرار وأمن بفضل شراكة أو زواج وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو علاقاتكم مع الشركاء القمر بينتابك شعور بعدم الرضا وممكن تشعر بأن الآخرين ما بيفهموا فعشان هيك بدك تغلب الوسواس هاد وتحاول أنك تتعيش الواقع برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء ضاغطة والمسؤوليات كبيرة وممكن تكون على موعد ارتباط مهم ما بجوز الفشل الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف العائلية بالنسبة للشمس بما أنه في البيت السادس وسعيدة فبيزيد حبك للعمل وممكن تبدو الجهد تكافأ عليه في الفترة هاي وبتحتاج لتجديد محيطك وهي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في البيت الرابع ورجعنا لموضوع البيت الجو العائلي بيكون مشحون والجو ممكن يوصل لمرحلة أن يكون لا يطاق فبتحاول أنك تبعد عن البيت أو تتغيب أو تتهرب من المسؤوليات العائلية بالفترة هاي عطارد في البيت الخامس سعيد فممكن تعرف لقاءتك أو الفترة هاي تكون لقاءتك ممتعة ويكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي الزهرة والمريخ في البيت السابع الزهرة بتخليك شوي لأنها منتحسة تحب المديح الإطراء ممكن برضو ما تكون مخلص في عواطفك أما بالنسبة للمريخ فهاي بتخلي في نوع من أنواع النزاعات وخصوصا بين المتزوجين فبتخلي فيه نزاعات في المنزل بتخلي فيه خلافات شقاقات مع الشركاء حتى على المستوى العمل ممكن تعمل مشكلة ما بينك وبين شريكك برج الحوت بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات وهاي فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ابتتمتعوا بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم إش أنك اليوم ما تسكت ولكن بدون مشاكل بدون عصبية حاول أنك تسمع صوتك بنوع من أنواع الذكاء بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو للتقصير القمر بما أنه في البيت الثالث وعشان هيك أنا قلت لك بدك تكون حذر وهو منتحس فممكن يكون في نوع من أنواع التوتر في علاقاتك أو مع محيطة وتكون متقلب ما بيرضيك أي شيء وممكن ترغب في التهرب من الواقع والعمل والدراسة ممكن تكون صعبة فعشان هيك اللي عنده امتحانات اليوم خصوصا اللي بيقدموا امتحانات البكالوريا أو الثانوية العامة بدهم يركزوا ما يعتمدوا على الحضوض وفي نفس اللحظة بيحاول يهتم بالأسئلة بشكل جيد أما بالنسبة للزهرة لأنها في البيت السادس والمريخ في البيت السادس والليلها علاقة بالعمل والصحة الزهرة رغم تظاهرك بالمحبة موتك بنقصها نوع من أنواع الحرارة ممكن من صدمة أو الضغط الموجود عليك فبيخليك شوي تخف هيك المريخ في البيت السادس برضو منتحس وهاي بتعرضك لنوع من أنواع الالتهابات أو الجروح أو الحروق في ميدان العمل فاللي بيشتغلوا في أي شيء له علاقة بالنيران أو الستات في المطابخ بدهم ينتبهوا وهذا الإشي بيعمل خلافات ما بينك وبين زملائك بالعمل بشكل مباشر فعشان هيك بدك تحذر من الخلافات في مكان العمل بالنسبة للشمس بما أنها في البيت الخامس عندك فبتمنحك تقدير الجنس الآخر وممكن تحقق نجاح في بعض مشاريعك أو أرباحك ممكن هاي تكون عن طريق المعاملات العقارية الفترة هاي مناسبة حتى لأمور اللي إلها علاقة بالتسلية أو ترويح عن نفس الترويح عن نفس ولكن دك تنتبه ما تبالغش في ملاذاتك عطارد في البيت الرابع برضو إلو علاقة لأنه سعيد فممكن تسمع خبر مفرح بخصوص العائلة وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو سكنك أو استئجار بيت جديد أو القيام بمشاريع بتتعلق في الأمور العقارية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء